تعيش المحافظات السورية والمناطق الخاضعة لسيطرة النظام في جميع أنحاء البلاد أزمة وقود كبيرة سهمت في غياب شبه كلي لوسائل النقل مع ارتفاع كبير بأسعار الوقود إذا توفرت في السوق السوداء التي يستغلها بعض المشغلين لرؤوس الأموال التابعين لشخصيات وميليشيات تعمل لصالح النظام الواقع الحالي يعكس عز حكومة النظام السوري عن تأمين الوقود لمناطق سيطرته في ظل انهيار اقتصادي يضاهي الدعم المقدم من الحلفاء وجهود تحسين الوضع الاقتصادي الذي انعكس واقعه على السوريين في شتى أنحاء البلاد ما أوقعهم في تدهور معيشي مستمر حكومة النظام السوري تحاول تبريرا خفاض كميات الوقود لديها تارة بإغلاق قناة السويس ومنع بارجة نفط إيرانية من الوصول إلى ميناء ترتوس وتارة بالعقوبات الأمريكية التي طالت شخصيات بارزة فيها وأخرى بعمليات سرقة النفط السوري في محافظتي دير الزور والحسكة من قبل القوات الأمريكية وتهريبه إلى العرق ومؤخرا استطاعت حكومة النظام عقد اتفاقية مع ميليشيا سوريا الديمقراطية التي تسيطر على منابع النفط في شمال شرقي البلاد تقضي بفتح المعابر بين الطرفين التي أغلقها النظام مؤخرا وأن تزود الميليشيا النظام بما يقرب من 200 صهريج نفط يوميا لكن مراقبين يرون أن هذه الكمية انتحققت اليوم فلن تسمح الولايات المتحدة التي تسيطر على أبار النفط باستمرارها غدا وأن المأساة السورية ستستمر وتتواصل على الأقل في المستقبل المنظر